فإذن إذا من الفين سنة بقول هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناها الليل وتقارب النهر فلنخلع ونلبس أسلحة النور فإذا لازم نخلع أعمال الظلمة أعمال الفساد أعمال الشر الخطيئة السرية اللي بنعملها الفساد الخلق اللي عايشين فيه وهذا أنا بحط نفسي ضمن كل المؤمنين ما في حد أحسن من حد كلنا محتاجين نعمة الرب لأنها طرحت كثيرين قتلة وكل قتلها طرحت كثيرين جرحة وكل قتلها أقوية ما في حد أحسن من حد كلياتنا محتاجين نعمة الرب فعلمنا الكتاب أن نتوب أنه نرجع أنه نتقدس أمام الرب نسلك بلاياقة كما في النهار يعني اللي بيمارس الخطيئة كأنه عايش في الظلمة وبيتحرك في الظلمة وبيسلك في مواقع الظلمة ولكن الشخص الذي يتحرر بنعمة الرب يسوع المسيح هو الذي يسلك بلاياقة هو الذي يسلك بالتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة هو الشخص الذي يسلك بالنعمة يسلك بالحكمة يسلك بالمحبة يسلك بالنور أو كأولاد النور يسلك كما يحق للدعوة يسلك ليس كما يسلك سائر الأمم ببطل ذهنهم أن هذا السلوك سلوك روحي لا تسلك بالجسد بل أسلك بالروح فعلمنا أن السلوك يكون مثل يسوع السلوك بالروح السلوك بالمحبة كنور نضيء في هذا العالم في وسط جيل معوج نكون بركة نكون نور نكون ملح للأرض نكون شهادة حقيقية نكون بركة لكل من حولنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر